في الفيديو السابق بالقناة تعلمنا كيفية التسجيل على برنامج تريبل مارس بطريقة صحيحة في هذا الفيديو سنتعرف على الصفحة الرئيسية لبرنامج تريبل مارس وكيف يمكننا معرفة جميع المعطيات وأداء متجرنا من خلال الصفحة الرئيسية بالبرنامج هيا بننتقل لشاشة الحسوب ونتعلم عن الصفحة الرئيسية لبرنامج تريبل مارس أنا الآن موجود في حسابي الخاص في برنامج تريبل مارس وكما ذكرت في هذا الفيديو سنتعرف على الصفحة الرئيسية لبرنامج تريبل مارس كيف نقرأها بطريقة صحيحة تابعوا سأبدأوا في السطر هنا من فوق ونبدأوا في التعرف على البرامج الأخرى أو العوامل الأخرى المبينة هنا هنا يمكننا الرؤيات الساحة التي نريد أن نعرف عنها معطيات تابعوا إذا أنتم تبعون في إي بي أمريكا إذن ستعرفوا إي بي أمريكا إذا أنتم تبعون في ساحات أخرى في إي بي ألمانيا أو إي بي فرنسا سترونها هنا حاليا حساباتي جميعها مربوطة على إي بي أمريكا لذلك أنا دائما أعرف إي بي أمريكا الدولار هنا هنا يمكن الرؤيات ما هو رزمة الاشتراك التي اشتركنا في تريبل مارس كما ذكرنا يوجد لدينا التريلير الفترة التجربية التي هي عبارة عن مئة صفحة مجانية أي تريبل مارس سيراكب مئة صفحة مجانة ويوجد أيضا رزم اشتراك أخرى سأشرح عنها لاحقا فهنا أنا أشترك في المئة وخمسين ألف صفحة في رزمة الفي آي بي هنا يمكن الرؤيات عدد الصفحات الأكتيف ليستينج عدد الصفحات الفعالة في برنامج تريبل مارس أي عدد الصفحات التي برنامج تريبل مارس يراكبها من خلال حساباتي المعرفة في برنامج تريبل مارس هنا عدد الأوردرز في الثلاثين يوم الأخيرة كما نرى 3730 مبيعة حصلت في الثلاثين يوم الأخيرة فكما نرى هذا هو عدد المبيعات الكل في الثلاثين يوم الأخيرة والبند التالي الدايلي بروفيت مبلغ الأرباح في الثلاثين يوم الأخيرة من الحساب هنا السيلز مبلغ المبيعات التي حصل في الثلاثين يوم الأخيرة هنا الأرباح وهنا المبيعات في الثلاثين يوم الأخيرة هنا كما نرى البلانس هنا علينا شحن الحساب في مبلغ معين لأن برنامج تريبل مارس يعالج الصفقات بشكل طلقائي لذلك علينا شحن الحساب في مبلغ معين لكي يعالج البيعة لكي يشتري المنتج من موقع أمازون ويعرف لنا رقم التتبق بحال موقع أمازون شحن المنتج فهنا يمكن رؤية البلانس ما هو المبلغ الذي حاليا الحساب الخاص في تريبل مارس مشحون البند التالي هذه هي العلامة الخضراء انتبهوا عندما أضغط عليها هنا يمكننا تفقد أن كل شيء تمام في الحساب عندما نرى هنا شيء باللون الأحمر أي يوجد مشكلة معينة في إحدى برامج التحكم الموجودة في تريبل مارس هنا destination connection أي أن جميع الحسابات مربوطة بشكل كامل على برنامج تريبل مارس إذا يوجد شيء أحمر أي يوجد خطأ معين أو إحدى الحسابات أو إحدى المتاجر على موقع إيبي غير مربوطة بشكل صحيح على برنامج تريبل مارس account limits أي يوجد مشكلة في المتاجر في موقع إيبي ويوجد مشكلة علي معالجتها auto ordering هنا كما ذكرنا أن موقع تريبل مارس أو برنامج تريبل مارس يعالج المبيعات بشكل تلقائي فإذا يوجد هنا الشيء أحمر علامة حمراء وليس خضراء أي يوجد مشكلة في معالجة إحدى الصفقات بشكل تلقائي tracking number update كما نرى هنا أيضا علامة خضراء إذا يوجد علامة حمراء أي أنه يوجد مشكلة في تعريف رقم التتبع على إحدى المبيعات التي حصلت والتي عالجها موقع تريبل مارس monitoring هنا بخصوص مراقبة تريبل مارس للصفحات التي عرفناها في البرنامج فإذا يوجد شيء أحمر هنا يوجد مشكلة في عملية المراقبة لإحدى الصفحات في متاجرنا على موقع إيبي discover and list هنا discover and list هي بخصوص الصفحات المبيعات المعلنة على متاجرنا على موقع إيبي من خلال برنامج تريبل مارس أي الصفحات التي يراقبها تريبل مارس فإذا يوجد مشكلة في إحدى الصفحات سيكون هنا مبين لون أحمر ويمكننا تفحص ما هي المشكلة فيمكننا معرفة إذا يوجد أي مشكلة في برنامجنا أو في إحدى متاجرنا على موقع إيبي من خلال هذه المونيتورز أو هذه المعطيات المبينة هنا والألوان فأنصحكم دائما عند الدخول للبرنامج أضغط على هذه العلامة ورؤية إذا يوجد إحدى العلامات هنا مبينة باللون الأحمر ومعالجتها في الحال لأن هذه هي عوامل أساسية لإدارة مشروعنا بطريقة صحيحة سأضغط على العلامة هنا مربع الإشعارات إذا يوجد إشعارات مهمة تريبل مارس يريد إخبارنا إياها سيكون مبين هنا واحد أو اثنين نضغط عليها ونرى ما هي الإشعارات أو الأشياء التي يريد أن يخبرنا إياها هنا لقد ذكرنا من قبل هذا هو مربع الإعدادات يمكننا هنا الضغط على العجل ورؤية جميع الإعدادات لحسابنا وتعريفها سأضغط عليها هنا سأخرج وهنا يمكننا الدخول للبروفايل الخاص بنا وهنا يمكننا الخروج من حساب تريبل مارس من ثم ننتقل لبند السيلز المبين هنا هذا المربع هذا المربع يعطينا بشكل كامل تحليل كامل في الثلاثين يوم الأخيرة وحتى يمكننا في السنة الأخيرة لحسابنا على موقع إيبي فكما نرى يمكن رؤية المبعات التي حصلت في الثلاثين يوم الأخيرة وانتبه يقسم لي حسب الأيام يمكن يتمرين الماوس على يوم معين لنفترض هذا اليوم ويمكن رؤية التوتر ريفينيو تبه التوتر ريفينيو أي مبلغ المبعات الكلي الذي حصل على الحساب مبلغ الأرباح الذي حصلت عليها من خلال المبعات ديستيناشن فيه ما هي الرسوم التي دفعت لها على موقع إيبي والشيكاوت فيه هي رسوم المبعات التي دفعتها في هذا اليوم product cost المبلغ الذي دفعته لشراء المنتجات وorders عدد المبعات التي حصلت على الحساب في هذا اليوم فلدينا تحليل كامل للحساب في الثلاثين يوم الأخيرة أو حتى في السنة الأخيرة ويمكن رؤية مدى نجاح المتجر الخاص بنا بالصورة سريعة وسهلة وتحليل كامل تبه أيضا يمكنكم هنا عمل فلترة ولنفترض أنكم لا تريدون رؤية عدد الأوردرز أو لا تريدون رؤية عدد الproduct cost يمكنكم عمل فلترة ورؤية أي معطى تريدون تريدون التركيز فقط على البروفيت ورؤية كاميرا بيحتم في الثلاثين يوم الأخيرة فهنا تتعرف فقط البروفيت ورؤية الأرباح التي حصلت في الثلاثين يوم الأخيرة في حسابكم وهنا يوجد إمكانيات فلترة التي يمكننا بسهولة معرفة أداء الحساب سأنزل إلى تحت وهنا يمكن الرؤية الـ revenue في الثلاثين يوم الأخيرة هنا تحليل كامل بطريقة التي هي مختلفة عن هذا الشكل كما نرى هنا البروفيت الأرباح في الثلاثين يوم الأخيرة هنا يمكن رؤية destination fee الرسوم التي دفعتها في الثلاثين يوم الأخيرة تبقوا هذه العداد الكلية أي إذا جمعنا الثلاثين يوم الأخيرة الأرباح سنرى هذا المبلغ وهنا يمكننا الـ paypal fees رسوم paypal التي دفعتها لـ paypal وهنا الـ product cost هنا المبلغ الذي دفعته لشراء المنتجات التي أعمل عليها dropshipping من موقع أمازون ننتقل للمربع التالي في المربع التالي هنا يمكن رؤية الحسابات أو متاجر إيبي المربوطة على حساب triple mars كما ذكرت يمكن ربط عدد من المتاجر هنا يمكن رؤية store name اسم المتجر أو اسم المستخدم لحسابنا في إيبي store subscription نوعية الاشتراك الذي اشتركته على موقع إيبي كما نرى هنا basic هنا نرى مدى تقييم الحساب هل هو above standard أو below standard أو top rated seller هنا عدد الصفحات كما نرى عدد الصفحات المعلنة على هذا المتجر وتحت هنا نرى monthly selling limits هنا نرى الكيود الشهرية المتاحة على هذا الحساب هنا نرى كم استغلينا من الكيود هنا نرى الكيود الكلية من ناحية المبلغ يمكنني إعلان في ثلاث مليون دولار واستغليته هنا مليونين ومتين وستة وسبعين الف وهنا نرى من ناحية المنتجات الأعداد المنتجات التي يمكنني إعلانها يمكنني إعلان 130 ألف منتج وهنا فقط أعلنت 33 ألف منتج لهذا الحساب مربوط تقريبا ثمن حسابات فكما نرى يمكن الضغط هنا على السهم ورؤية الحسابات الأخرى المربوطة كما نرى هنا اسم المستخدم مرة أخرى هذا حساب نسبيا جديد انتبهوا أيضا يمكننا هرئة الفيدباك التي حصلت عليها في الثلاثين يوم الأخيرة البوزيتف الناترال والنيجاتيف وهنا أيضا تقييم أو نسبة الفيدباك الإيجابية على هذا الحساب فيمكننا انتبهوا أيضا سأضغط مرة أخرى هنا وانتقل لحساب آخر طبعا في بعض الأحيان سأخذ بعض الوقت حتى يستجمع المعطيات ويريني إياها فهنا يمكننا معرفة كاملة لجميع الحسابات المربوطة على حساب تريبل مارس هنا في هذا المربع الإنسايتز هذا المربع قيد الإنشاء حاليا هو غير فعال ولكن هنا يمكننا أيضا رؤية الفيلد أوردرز إذا يوجد مبيعات التي تريبل مارس لم ينجح في معالجتها بطريقة صحيحة يمكن رؤيتها هنا ليت شيبين أوردرز إذا يوجد مبيعات أو منتجات التي تأخرت في الشحن والتي لم تصل بالوقت للمشتري كما نرى يمكن رؤيتها هنا أوتوفستوك أوفر تسعة وخمسين دايز هنا يمكن رؤية المنتجات التي معرفة كأوتوفستوك أوتوفستوك أي نفذت الكمية لأكثر من تسعة وخمسين يوم يمكن رؤية الصفحات من هنا يمكننا الضغط عليها ورؤية الصفحات في الحال وهذه أيضا معطيات مهمة برنامجة لبيرمارس سيفعل هذا البند خلال الأيام القريبة أو خلال الفترة القريبة طبعا هنا بعض المعطيات إذا يوجد عدة تحسينات يمكننا فعلها للحساب لنفترض هنا البرنامج ينصحني لإضافة صور لست صفحات مبيعات هنا التحسين لخمس صفحات مبيعات هنا poorly performing items إذا يوجد منتجات التي أداء مبيعاتها غير جيد فهذا هو بخصوص الصفحة الرئيسية لموقع تريبل مارس انتبهوا أنه يمكننا عمل تحليل كامل لأداء الحساب الخاص بنا فقط من خلال الصفحة الرئيسية لبرنامج تريبل مارس في القسم الثالث من سلسلة الفيديوهات عن تريبل مارس سنتعلم كيفية إعلان صفحات مبيعات على متجرنا الإيبي من خلال برنامج تريبل مارس وكيفية إدارة الصفحات المعلنة بسهولة وبسرعة من خلال البرنامج الفيديو سيعلن خلال الأيام القريبة لذا انتظرونا أيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة سلسلة الفيديوهات وأيضا فيديوهات أخرى تتعلق بربح المال من خلال مجال التجارة الإلكترونية انتظرونا وبالنجاح للجميع شكرا